كتبنا الكبير والساس جميلة عفيفي وحتى أنه أنا كنت بتكلم يمكن في نص الحلقة كده فقلت بمناسبة نكرومة هو زاملنا في الأهرام جمال نكرومة في الأهرام ويكري ودي حاجة مهمة جدا يعني وبالمناسبة هو اسمه جمال على اسم جمال عبدالنصر على مسألة ودي بوده حاجة أعتقد مهمة جدا للتفات فيها احنا عندنا أفاق كبيرة للتعاون ما بين مصر وإفريقيا على الصعيد الاقتصادي على السبيل المثال وبالتأكيد في مسألة الأصعادة السياسية ويمكن كان دكتور خالد دلوقتي بيكلمنا على هذه المسألة سواء كانت تجمعات الاقتصادات المختلفة زي كوميسيا أو حتى في إطار الشراكات المباشرة ما بين مصر واتفاقات ترائية ما بين مصر وما بين العديد من الدول لكن كمان أظن أنه على المستوى السياسي بل والصحفي يجب علينا توطيد المزيد من العلاقات هل إحنا والمؤسسات الصحفية والمؤسسات النشر الإفريقية عندنا أواصر حقيقية قوية ولا لا؟ هو في البداية طبعا بالنسبة للتعاون الصحفي مع الدول الأفريقية بيتعامل كل سنة دورات للصحفيين الأفرقى وبيجوا هنا في مصر من فترة وبيبتدوا يتعرفوا على الصحافة المصرية وبعضهم بيتدربوا في الصحف القومية أو الصحف الخاصة أيام هي الدورة حوالي شهر تقريبا لكن كل سنة بيبقى فيه علاقات تعاون بين الصحفين الأفرقى والصحفين المصرين أو الصحافة المصرية لكن إحنا في الوقت الحالي مع التطور الكبير في العلاقة بين أفريقيا ومصر وخاصة من سنة 2014 منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه وضع استراتيجية مهمة جدا استراتيجيته أنه إحنا قعدنا سنوات طويلة بعدنا عن أفريقيا للأسف للأسف بعدنا عن أفريقيا فإدرت قوة إقليمية وقوة دولية وخلافه أنها تتغلغل داخل الأراضي الأفريقية وتقدم لهم خدماتهم وتقدم لهم رغم أن مصر زي ما قال الدكتور في البداية كانت هي الأساس من الوقت جمال عبد الناصر ومن بعدها كانت هي الأساس بعدنا عنها وحتى هي كانت وقفة معنا الدول الأفريقية كلها في حرب أكتوبر وفي موقف واحد حصل الدول الأفريقية كلها مع الدولة المصرية بشكل قوي في الأمم المتحدة كانت جولة وساعة قام بيها دكتور بوتروس غالي الكبير الذي صار فيما بعد أمينة الأمم المتحدة بالضبط فكان الاستراتيجية اللي وضعها سيادة الرئيس الانفتاح على القرار الأفريقية وإحنا شفنا جولات البداية كانت للدول الأفريقية كلها لعادة أواصر العلاقات بين مصر والدول الأفريقية على كافة المستويات المستوى السياسي المستوى الاقتصادي المستوى الأمني المستوى العسكري حلو ليه؟ لأن الأسف شديد القرار الأفريقية خلال الفترة المواضية أصبحت أرض خصبة بعض الدول فيها أصبحت أرض خصبة للتنظيمات والجماعات الإرهابية العابرة للحدود بالضبط تنظيم القعدة وتنظيم داعش وتنظيم بوكو حرام غير الشباب اللي موجود في صومال وخلافه كل ده بيهدد الأمن القومي الأفريقي نفسه وبيعود بالتبعية على الأمن القومي المصري فزي ما مصر بتقدم خدمتها أو خبراتها في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية أيضا قدمت خدمتها بشكل كبير في المجال الأمني لأن مصر بتسعى إلى التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية ومقدمة خبراتها في مجال الزراعة أو في مجال السدود زي ما شوفنا السد في تنزانيا والطرق وخلافه كل ده ابتدى الدولة المصرية تقدمه على الجانب الآخر مش يحصل تنمية طالما أن فيه تهديد والتهديد ده عن طريق الإرهاب وزي ما قلت الحضرات فيه تنظيمات كتيرة دخلت وتغلغلت مصر قدرت في سنة 2016 أنها تعيد مرة أخرى تجمع الساحل والصحراء اجتماع وزراء الدفاع اللي تم في شرم الشيخ النتج عنه تدريب مثلا أكتر من ألفين ضابط من دول الساحل والصحراء تدريبات عسكرية مشتركة مع دول الساحل والصحراء إنشاء تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب هنا في مصر كل ده الهدف منه إحداث استقرار القضاء على التنظيمات الإرهابية أغلاق كل الأبواب اللي ممكن يخش منها التنظيمات والجماعات الإرهابية المختلفة من أجل البدء في التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية شفنا حتى العمليات كتيرة بتتم على الجانب الآخر عمليات التبادل الاقتصادي التبادل التجاري اللي زادت بين مصر والعديد من الدول الأفريقية شفنا دول أفريقية لأول مرة مثلا الرئيس مصري يزور مثلا دول أفريقية دي حصلت مع رئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه مباشرة رئيسة الجمهورية في 2014 كانت للجزائر الجزائر لعدة أسباب لأن الجزائر التاريخ بيننا وبين الجزائر الجزائر من الدول اللي كانت وقفة معنا بقوة وقت حرب أكتوبر 73 الجزائر وقفت معنا بقوة بعد ثورة 30 يونيو فكان الأول زيارة بالفعل تمت مع الجزائر غير كده بقى زيارات المتتالية للرئيس للدول الأفريقية على الجانب الآخر لما مصر تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي كان من أعظم فترات الاتحاد الأفريقي لعدة أسباب لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل الدولية كان بيتحدث باسم أفريقيا ويتحدث باسم أفريقيا يعرض الأزمات في أفريقيا يعرض كل حاجة في أفريقيا حتى زياراته الرسمية كرئيس مصر وليس رئيس الاتحاد الأفريقي لأ كان بيعرض برضو طول الوقت بيتحدث عن أفريقيا وعن الأزمات في أفريقيا وأن المجتمع الدولي يجب أن يلتفت لأفريقيا طيب